عندي انا اول شي بدي حكينا الانستركشن سيت لكي نبلش بشكل الانستركشن عندي الان كالتالي الانستركشن، لسا في عندي انا حكينا two instructions set، زي تصنيفات، انا مش ركزي بتصنيفات اللي انا صلنا في اليوم بسهل علي كالتالي انو انا عندي الموض، ارم موض، سبع موض، واحد بينهم بريفليج، والاخر لن بريفليج ايو بالظبط، وفي عندي انا state، انا thumb state، في عندي اللي هو ARM state، او بسا الان رح ناخد كالتالي، انو انا عندي الانستركشن سيت، الان رح ندرس الformat instruction 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 set تمام؟ اذا عندي الانستركشن سيت كننا نوعين او نفس ال state، عندنا واحد ARM صح؟ واحد اثنين thumb thumb هذا عبارة عن ثنين وثلاثين بيت، هذا عبارة عن ايش؟ عن سبتاشر بيت اذا عندي ثنين وثلاثين بيت، عبارة عن ايش؟ سبتاشر بيت اذا الان كتل، هاي عرفنا الان انا عندي الانستركشن سيت، في عندنا خصائص للانستركشن سيت، اول شيء في عندي انا بيسموه يا رن هو عبارة عن load store architecture الانستركشن الوحيدات اللي بيستخدم الموملي اللي هم load store وعندي انا ايضاً بيكون الانستركشن عبارة عن ثري address data processing function يعني بيكون source بيكون source اول source ثاني ايش؟ destination وفي عندي انا conditional execution وفي عندي انه انا بقدر اعمل load store لمرتب ال register بنفس من الانستركشن الواحد ودائماً shift و ال ALU operation in single clock cycle تمام؟ نعرفيها ال shift و ال ALU operation بتتم in a single clock age cycle in a single clock cycle طيب الانك التالي عندي طبعاً كل هاي الأشياء موجودة مدونة هيا نشوفها هاي هاي نوع الانستركشن اللي هو الانستركشن set features load و store three address data processing instruction ويندي conditional instruction و load و store multiple register اللاي كل ايوه نفس ال features كلهم load و store و load و store انه في tool instruction ليعنى اكسس للمويد أسأل الآن أنا عندي الARM شو بيسموه بيسموه هو عبارة عن Conditional Execution شو بيسموه هو عبارة عن Conditional Execution جميل إذن أنا عندي الARM هيركزي فيها شو يعني؟ لما أحكي لك الARM اللي هو Conditional اللي هو Execution الARM عبارة عن Conditional Execution كيف يعني؟ يعني الآن أغلب الARM تتنفذ بشرط يعني شرط بناء على ال Conditional Flag بناء على Conditional Flag الآن كالتالي إذن أنا شو يعني الARM Conditional Execution يعني الآن ال Instruction كيف؟ الآن يعني أغلب آه بالصف بس أغلب ال Instruction تتنفذ بشكل مشروط أنا branch شرط أنه كذا كذا بعتمد على إيش؟ أنه أنا تنفيذ ال Instruction بعتمد على Value of Conditional Flag ماشي؟ Value of Conditional Flag تمام لحد الآن Value of Conditional Flag جميل جداً أيها بالضبط طيب الآن أنا عندي دائماً لما نيجي نقرأ الثالث Symbolic تاع ال Instruction أو شكل ال Instruction بتكون Post Fixed to the Instruction يعني الآن أنا عندي ال Condition بكون مكتوب بنهاية ال Instruction شو بكون مكتوب بنهاية ال Instruction مثلاً على سبيل المثال الله مصلى عيسينا محمد مثلاً أعطيكي مثال أنه مثلاً مثلاً فيه أنا عندي Branch ال Equal وهو إلى أي خر سنأخذها أنا الشرط بكون بنهاية مثلاً Carry Add كذا كذا باستخدام الفلاقات سنأخذها الآن أنا عندي كالتالي أيو بالضبط بالضبط الآن ما يحدث لبروستر قبل ما ينفذ هذا Instruction يشوف الشرط إذا الشرط تحقق ينفذه وين ال Condition والموجودات اللي أخذناهم بال Condition Flags بال Condition إيش Flag أيو بالضبط يعني أنا عندي Instruction بتنفذ إذا تحقق هذا الشرط هذا Instruction بتنفذ غير ذلك إيش لا تمام هاي بسموه Prior to Execution Prior to Execution طيب جميل جداً نكمل شوف الآن أنا عندي طيب أسأل الآن كالتالي أسأل ARM في عندي Condition Execution أتوقع في Table موجود هاي شوف هاي هاي بالضبط بس لا تفهمي شو واحد بعناها لا لا لسه أيوة لا لا إن شاء الله بومورك كنتم طلع ركز مر أسأل الآن أنا عندي في مجموعة من ال Conditional اللي هي إيش Execution Code من Max من Max الآن كالتالي شوف هاي ال Conditional مثلا يعقيلك AQ Equal إنما يكون هذا الشرط Equal تمام يعني إنه زد في لا قيمة هو 1 Not equal الزد في لا قيمة 0 الكالي set unsigned higher or same إذا كانت الكالي يقيم to 1 الكالي clear unsigned lower الكالي يقيم to 0 المي minus شو يعني minus يعني أنا فيه بالنغative 1 البلس بالنغative 0 V S Loverflow V V carry Loverflow High unsigned higher unsigned lower or same sign greater than or equal sign less than or equal sign greater than sign less than or equal وصلت وفي عندي AL always unconditional إذا كان هاي الشروط مش معروف فدائما بتنفذ ال instruction وصلت إذا كان مش موجودات هاي الشروط إذا كان مش موجودات هاي إيش الشروط وهاي مهم جدا ممكن نجيبك هكذا أيوة بالظبط مش إذا كانت مش موجودة يتنفذ علي by default أيوة بالظبط تمام